السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعزائي المتابعين اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله راح اعمل معاكم فطاير كتير كتير مميزة وسهلة والمميز فيها انها قطنية ومناسبة جدا للفطور في شهر رمضان والحش وكذلك لذيذة وفخليكم معايا عشان نتعرف على المقادير اللي انا استخدمتها وعلى طريقة عمل الفطاير بتاعتنا اول شي حنقوم به وحيننا حنمر نحضر الحشوة ونتعرف على مقادير الحشوة بتاعتنا لليوم اول شي عندي بطاطس هنا مقطع مكعبات صغيرة انا قليتها في الزيت قطع من صدر الدجاج جزارة مبشورة وبصلتين مفرومين ناعم بالنسبة للتول عندي بابريكا تواب المشكلة قصبر وفلفل اسود وملح وكركم اول شي عندي هنا حطيت زيت زيتون على النار وحطيت البصل انا قمت بتشويح البصل وراح اضيف عليهم مكعبات الدجاج صدر الدجاج وراح اشوحهم مع بعض راح استمر في تقليب مكعبات صدر الدجاج والبصل وراح اضيف عليهم الجزار المبشور وكمان اضيف عليهم مكعبات البطاطس اللي انا سلقتها مسبقا وكمان التوابل وراح اضيف ربع كوب من المية وراح اسيب الحشوة بتاعتي تستوي تقريبا حوالي 10 دقائق واسبها تبرد واسبها تبرد وبعدين اروح احضر العجين بتاتي وزي ما انتم شايفين هي دي الحشوة بتاتي بعد ما صار جاهزة والحين احضر العجين بالنسبة للعجين اول شي راح اعمله ان احضر الخميرة بتاتي حطيت كوب من الحليب الدافئ وراح اضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة وراح اضيف عليهم معلقة من السكر واسيب الخميرة لحد ما تتفاعل معايا في اناء العجن راح احط ثلاث كوبات من الدقيق وراح اضيف عليهم ملعقة صغيرة من البيكن باودر وملعقة صغيرة كذلك من الملح طبعا الدقيق عندي سبق لي انخلته راح اخلط كل المكونات بتاتي لحد ما تتجانس وبعدين اضيف عليهم الخميرة بعد ما تفاعلت ودا شكلها بعد ما تفاعلت الخميرة وراح اعجن العجين وارجع لكم بعدها وهنا بعد ما عجنت العجين بتاتي شايفين شكلها راح اغطيها لحد ما تختمر لمدة نصف ساعة تقريبا من نصف ساعة الى خمسة واربين دقيقة اذا كان الجو بارد وراح بعد ما تختمر ارجع اشكلها معاكم بعد ما اختمرت العجين بتاتي انا قسمتها دوائر صغيرة زي ما انتوا شايفين راح افرد العجين بهذا الشكل راح اخليها بشكل طولي وحط من الحشوة بتاعتي بعد ما بردت في نصف العجين وراح اقفلها بهذا الشكل زي ما انتوا شايفين من الاطراف اغضغط كويس عشان العجين عندي ما تتفتحش هذا زي ما تشايفين كده واقلبها ومر اعمل معاكم شكل هذا الشكل ارجع اعيده معاكم وراح ادهم به المعجنات بتاتي او الفطائر بتاتي بصفار البيض وراح احط عليهم قليل من حبة البركة وادخلهم الفورن طبعا الفورن سخنة عندي مسبقا وراح ادخلهم لمدة خمستاشر دقيقة من تحت وحمرهم خمس دقيق وده الشكل النهائي بعد ما طلعتهم من الفورن اتمنى ان المعجنات او الفطائر بتاعتنا تكون نالت اعجابكم وصدقوني انها شهية جدا وفي نفس الوقت سريعة ما بتاخدش جهد ووقت كبير في الاخير اتمنى انكم تدعموني بدغت زر الاشتراك اللي لسه ما اشتركش في القناة والاعجاب وتعليقاتكم محفزة وانتظروني في فيديو قادم اتمنى لكم اوقات سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته